أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه بل وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها ويشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيا كان موقعه حضر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة ويوضح مجلس النقابة أن مثل تلك القرارات تعد اعتداء صريحا على حق الصحفيين في أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور ويؤكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها وفقا للقانون والدستور كما أن وجود انتهاكات نرفضها من قبل البعض الحياة الخاصة وحرمة الموت لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع وتشدد النقابة على أنها لم تقصر في مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهنة التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وتوضح النقابة أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام صلاة الجنازة في المسجد ومراسم الدفن في المقابر والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية كما تتضمن هذه الإجراءات يا واحدة عشان بس إيه النظارة الإخلاخت من عندي أيوة ثانية واحدة أيوة أيوة معلش يا جمعنا أصلا أيوة النظارة مرة كمان هقرها لكو احنا قلنا أيوة احنا وقفنا فين يا يوسف كما تتضمن هذه الضوابط التفرقة بين الجنازة والعزاء حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة